السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا بكم في قناة كورشيتيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنعمل اكياس توزيع للسبوع. شكلها شيك وبسيط وحلو قوي. اه في شكلين زي ما احنا شايفين. احنا هنتعلم نعمل ازاي كيس من غير وردة وازاي هنعمل الوردة للكيس. طبعا اه ده بيرجعلك لو انت عايز الوردة ما فيش اي مشكلة. لو عايزة تعمليها سادة ما فيش اي مشكلة. وتعالوا مع بعض نتابع الخطوات والادوات. واللي اول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوس على الزرعة الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوس على الجرس عشان يوصل الكل جديد. ما تنسيش لايك. ما تنسيش شير عشان الكل يستفيد. ونتابع مع بعض. الادوات اللي احنا استخدمناها في كيس السبوع. استخدمنا خطة اه اليزا ديفا. الشلة الواحدة عملت لي ست اكياس بالمقاس اللي احنا هنوضحه في الفيديو. استخدمنا مع خطة استخدمنا خطة اه 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 استلس. اه رقم زيرو. رقم زيرو دي بتساوي اه اتنين في القبر العادية. واستخدمنا المزورة. واستخدمنا الولاع علشان استتابع. اول حاجة هنشتغل ست سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وهنقفل في اول سلسلة. في منزلقة. وهنرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة. وهناخد لفة التانية عمود بلفتين. وهندخل في الفتحة. ونشتغل عمود بلفتين. هنخرج من حلقتين. فحلقتين. فحلقتين. وبعدين ناخد سلسلتين. نلف لفة التانية. وندخل في الحلقة. ونخرج من حلقتين. فحلقتين. فحلقتين. لف لفتين. ندخل في الحلقة. ونسحب الخيط. نخرج من حلقتين. فحلقتين. فحلقتين. ناخد سلسلتين. ولف لفتين. وندخل في الحلقة. نسحب الخيط. ونخرج من حلقتين. فحلقتين. فحلقتين. ولف لفتين. وندخل في الحلقة. ونسحب الخيط. ونخرج من حلقتين. فحلقتين. فحلقتين. بالشكل ده. يبقى عمود بلفة بلفتين وبعدين سلسلتين وبعدين عمودين بلفتين سلسلتين وهكذا. سلسلتين واللف لفتين. ونخرج من حلقتين فحلقتين فحلقتين واللف لفتين. ونخرج من حلقتين فحلقتين فحلقتين. وبعدين سلسلتين. بالشكل ده. احنا كده عملنا اربع ما جميع هنعمل كمان اربع. احنا كده خلصنا وعملنا تمن ما جميع. اتنين 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 اتنين. وبين كل عمودين بلفتين في سلسلتين. بين كل عمودين بلفتين وعمودين بلفتين في سلسلتين. احنا هنا السطر بسلسلتين وهنقفل في واحد اتنين اتنين تلاتة اربعة رابع سلسلة. بالشكل ده. وعايزين ندخل في الفراغ ده هندخل بمنزلقة. وفي الفراغ بمنزلقة. وهنرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة وهنلف لفتين. وندخل في الفراغ. كده خدنا اتنين عمود بلفتين. وبعدين سلسلتين وهنشتغل نفس الكلام. عمود بلفتين. كمان عمود بلفتين. يبقى كده الزاوية بتاعتنا. هناخد سلسلتين. وهنيجي هنا في الفراغ. هناخد اربعة عمود بلفتين. واحد اتنين تلاتة اربعة. بعد كده سلسلتين وهناخد الزاوية. عمود بلفتين. كمان عمود بلفتين. وبعدين سلسلتين. وعمود بلفتين. كمان عمود بلفتين. وبعدين سلسلتين. وهنيجي هنا في الفراغ ناخد اربعة عمود بلفتين. زي ما احنا شايفين كده. يبقى كده زاوية. وبعدين اربعة عمود بلفتين. وبعدين زاوية. وبعدين اربعة عمود بلفتين. وما بين المجموعة دي والمجموعة دي في سلسلتين. هنكرر لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده عملنا اربع ما جميع من العمود بلفتين. واربع زاوية. انا كده اخدت اه خدت السلسلتين. بعد كده هقفل في واحد اتنين تلاتة اربعة رابع سلسلة. وهدخل هنا في الفراغ. اخد منزلقة. في منزلقة. زي ما احنا شايفين كده. دي صدفة من عمود بلفتين. فانا اخد في المكان ده برضو صدفة. واحد اتنين تلاتة اربعة. وهلف لفتين. واخد عمود بلفتين. كده عمودين بلفتين. باعتبر الاربع سلاسل عمود بلفتين. هاخد سلسلتين. واشتغل اتنين عمود بلفتين. بعدين سلسلتين. عندي هنا الفراغ اللي قبل الاربع عمود بلفتين والفراغ اللي بعدهم. هاخد في المكان ده اربعة عمود بلفتين. والمكان ده اربعة عمود بلفتين. كده واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. بعدين سلسلتين. وهاجي هنا في الفراغ اعمل نفس الكلام. عمود بلفتين. التاني. التالت. الرابع. وبعدين سلسلتين. وهاجي هنا في الصدفة. اعمل صدفة. عمود بلفتين. كمان عمود بلفتين. وبعدين سلسلتين. وفي نفس المكان عمود بلفتين. العمود الرابع. بالشكل ده. وقرر في التلات اتجاهات التانية. انا كده خلصت السطر زي ما احنا شايفين. اربع زوايا. وعندي هنا الاربع عمود بلفتين. قبلهم اربعة وبعدهم اربعة. قبلهم اربعة وبعدهم اربعة. وهكزا. هنقفل بالسطر. انا كده خدت سلسلتين. واقفل في واحد اتنين تلاتة اربعة. رابع سلسلة. وهدخل هنا في النص. هياخد منزلقة. في منزلقة. وارتفع واحد اتنين ثلاثة اربعة. واخد عمود بلفتين. بعدين سلسلتين. نفس المكان اتنين عمود بلفتين. دي كده الزوج. بعد كده سلسلتين. وهاخد هنا قبل الاربع عمود بلفتين. هياخد اربعة عمود بلفتين. تاني. الثالث. الرابع. بعد كده سلسلتين. وهلف الخيط لفتين. وهاجي هنا في رابع عمود واخد عمود. بلفتين. بعدين سلسلتين. ولف لفتين. وهاجي هنا في اول عمود من الاربع. اياخد عمود بلفتين. بالشكل ده. واخد سلسلتين. وهاجي هنا في الفراغ. اللي قبل الزاوية. واخد اربعة عمود بلفتين. كده الرابع. زي ما احنا شايفين كده. بعدين اخد سلسلتين. واخد الزاوية. عمودين بلفتين. وبعدين سلسلتين. وفي نفس المكان عمودين بلفتين. بالشكل ده. واكرر في التلات اتجاهات التانية. زي ما احنا شايفين كده احنا خلصنا السطر وقفلناه. وابتدينا سطر جديد. انا كده اخدت سلسلتين بعد الزاوية. وهلف لفتين على الابرة. وهاجي في الفراغ ده وهاخد اربعة عمود بلفتين. ده كده الرابع. وبعد الزاوية اخدت سلسلتين وبعدين اربعة عمود بلفتين. بعد كده اخد سلسلتين. وهلف لفتين على الابرة. وهاجي هنا في رابع عمود. واخد عمود بلفتين. بعدين سلسلتين. وهاجي هنا فوق العمود. واخد عمود بلفتين. سلسلتين. وهاجي هنا فوق العمود بلفتين. واخد عمود بلفتين. سلسلتين. وهاجي هنا فوق اول عمود في الاربع عمود بلفتين. اخد عمود بلفتين. وبعدين سلسلتين. واجي هنا في الفراغ اللي قبل الزاوية. واخد اربعة عمود بلفتين. التاني. الرابع. بعدين سلسلتين. واجي هنا اخد الزاوية. عمود بلفتين. كمان عمود بلفتين. وبعدين سلسلتين. وفي نفس المكان اتنين عمود بلفتين. بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده. وبنكرر في تلات اتجاهات التانية. زي ما احنا شايفين كده. بتشتغل بنفس النمط لحد ما بتوصلي عند الحجم اللي انت محتاجه. طبعا دي الزاوية بتاعتنا زي ما احنا شايفين بنشتغل بنفس النمط. عندنا هنا الاربع عواميد اللي قبل وبعد الزاوية زي ما هم اللي اختلاف كله في الغرز اللي في النص. زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي هنشوف حجم المربع كده اتناشر صنطي. انا محتاجة اعمل كيس السبوع عشرة صنطي. فهفك السطر الاخير. علشان يبقى معانا بالشكل ده. انا دلوقتي فكيت سطر. كده هنقيس. كده المربع عشرة صنطي. ده المقاس اللي انا محتاجه. احنا بنعمل قطعتين قد بعض تمام. وبنجيب الظاهرة على الظاهرة بالشكل ده. عندي هنا في العمود. احنا عندنا الزاوية ايه? العمود ده. العمود بلفتين. وصادق العمود التاني. اللي هو بلفتين زي ما احنا شايفين كده. وبنسحب الخيط. وهناخد سلسلة. وفي نفس المكان هناخد حشو. وفي العمود اللي بعده هناخد حشو. وعندي في السلسلتين اتنين حشو. وعندي الاربع عمود بلفتين. هياخد اول عمود بلفتين. قصاد العمود اللي قصاده. العمود التاني مع القصاده. العمود التالت مع القصاده. العمود الرابع مع القصاده. طبعا باخد غرزة حشو. عندي في السلسلتين اتنين حشو. زي ما احنا شايفين كده. العمود بلفتين. قصاد العمود اللي قصاده. بجمعهم مع بعض. السلسلتين اتنين حشو. العمود بلفتين مع القصاده. حشو. السلسلتين اتنين حشو. عندي هنا الاربع عمود بلفتين. اخد كل عمود مع القصاده. حشو. في الشكل ده. عندي السلسلتين اتنين حشو. جيت عندي الزاوية. اخد كل عمود مع القصاده. عمود بلفتين. عندي الزاوية. زي ما احنا شايفين كده. السلسلتين اللي في الزاوية هياخد حشو. وبعدين سلسلة. وبعدين حشو. لان دي الزاوية. بعد كده هياخد كل عمود مع القصاده بغرزة حشو. عندي السلسلتين اتنين حشو. واقرر لنهاية السطر. انا كده خلصت زي ما احنا شايفين. دلوقتي هيبتدي نعمل السطر اللي بعد كده. ارتفع السلسلة وفي نفس المكان هياخد غرزة حشو. وارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اربعة سلاسل بمسابة عمود بلفتين وسلسلتين مسافة. وهلف لفتين على الابرة. واسيب غرزة. واسيب غرزة التانية عندي السلسلتين اهم. سلسلتين هسيبهم. واجي هنا فوق اول عمود بلفتين واخد عمود بلفتين. بالشكل ده. بعد كده سلسلتين. والف الخيط لفتين. واسيب غرزة التانية. وفي تالت غرزة اخد عمود بلفتين. سلسلتين. واسيب غرزة التانية. وادخل في التالتة. هياخد عمود بلفتين. سلسلتين. واسيب غرزة التانية. والتالتة هياخد عمود بلفتين. وهكذا لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده انا خلصت السطر. وعندي عشر فراغات في الجنب ده. هذه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. وفي الجنب التاني نفس الكلام. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. يبقى المجموع عشرين فراغ. بعد كده هدخل في الفراغ ده واخد منزلكة وارتفع. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمس سلاسل. تلات سلاسل بمسابة عمود بلفة وسلسلتين مسافة. وهاخد عمود بنفس المكان. وبعدين واحد اتنين تلاتة تلاتة سلاسل. وهسيب فراغ. هسيب فراغ والفراغ اللي بعده هياخد برزة حرف في عمود سلسلتين وفي نفس المكان عمود. بالشكلة. وبعدين سلسلة التانية التالتة. واسيب فراغ. والفراغ اللي بعده ياخد عمود. سلسلتين. وفي نفس المكان عمود. بالشكل ده. واقرر لنهاية السطر. وصلنا لنهاية السطر وخدت تلات سلاسل بعد غرزة حرف البي زي ما احنا شايفين. واقفل في واحد اتنين تلاتة. وهدخل جوه غرزة حرف البي. طبعا دي غرزة حرف البي زي ما احنا شايفين. ارتفاع تلات سلاسل وبعدين سلسلتين وبعدين عمود بلفة في نفس المكان. هدخل في الفراغ واخد منزلقة وارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وفي نفس المكان هياخد عمود. كده غرزة حرف في جوه غرزة حرف في. بعدين واحد اتنين تلاتة تلات سلاسل. وهاجي هنا جوه غرزة حرف البي هياخد نفس الكلام عمود سلسلتين عمود. وبعدين واحد اتنين تلاتة وهاجي هنا جوه غرزة حرف في هياخد غرزة حرف في. عمود سلسلتين عمود. وكمل لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده احنا وصلنا لنهاية السطر. وقفلنا بمنزلقة. عملنا سطرين جوهزة حرف في. انا هتوقف عن الدور كده بالشكل ده. وهنقيز. كده الطور تلاتة عشر سنتي. انا مش محتاجة ان انا اطول تاني. طبعا انت لو انت محتاجة تطولي عن كده ما فيش اي مشكلة. عندي جوه غرزة حرف في هياخد منزلقة. وارتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو. بعدين سلسلتين. والف لفة التانية. وايجي هنا في الغرزة التانية. واياخد عمود بلفتين. بعدين سلسلتين. وعمود بلفتين. وبعدين سلسلتين. عمود بلفتين. سلسلتين. عمود. بلفتين. بعدين سلسلتين. وايجي هنا في غرزة حرف في تانية واخد حشو. كده انا عملت اربع عمود بلفتين زي ما احنا شايفين كده. واحد اتنين تلاتة اربعة. بعد كده سلسلتين. وايجي في الغرزة حرف في التانية. وهياخد عمود بلفتين. سلسلتين. عمود بلفتين. سلسلتين. عمود بلفتين. سلسلتين. عمود بلفتين. وبعدين سلسلتين. وغرزة حرف الفي اللي جنبها هياخد حشو. بالشكل دي. وكرر لنهاية السطر. انا كده خلصت السطر وارتفعت سلسلتين وهاجي هنا في غرزة الحشو اللي عملناها في بداية السطر وهياخد منزلقة. وياجي هنا في السلسلتين وهياخد منزلقة. وارتفع سلسلة. وفي نفس المكان هياخد حشو. ورزة حشو واحدة. وهاجي هنا في السلسلتين اللي بعد العمود بلفتين. هياخد حشو. التانية. التالتة. هيجي في الفراغ التاني. وهياخد حشو. التانية. وارتفع واحد اتنين ثلاثة. واخد غرزة بيكو. فانزل تحت الحلتين وازحب منزلقة. واخد غرزة حشو بعدها. هيجي هنا في الفراغ اللي بعده. غرزة حشو. التانية. التالتة. هيجي هنا في الحشو. هيجي هنا في السلسلتين اللي قبل الحشو. وهياخد غرزة حشو واحدة. بعد غرزة الحشو هياخد غرزة حشو واحدة. هيجي هنا في المروحة التانية في اول فراغ زي ما احنا شايفين اول فراغ بعد العمون بلفتين هياخد حشو التانية التالتة في الفراغ اللي بعده حشو التانية وارتفع واحد اتنين ثلاثة واخد غرزة بمنزل وفي نفس المكان غرزة حشو كمان في الفراغ التالت هياخد حشو التانية التالتة زي ما احنا شايفين كده ما بين المروحة دي والمروحة دي عندي هنا سلسلتين وهنا سلسلتين هياخد هنا غرزة حشو واحدة والناحية التانية هياخد غرزة حشو واحدة وهاجي عند المروحة اللي بعد كده اخد ورزة حشو. التانية التالتة. في نفس الفراغ الاولاني. الفراغ التاني اخد حشو. التانية وارتفع واحد اتنين تلاتة. اخد ورزة بيكو. الشكل ده. ورزة حشو كمان. بعد البيكو. وفي الفراغ اللي بعد وهي اخد حشو. التانية التالتة. وقبل غرزة الحشو هياخد غرزة حشو واحدة. تبقى بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده. انا كده خلصت السطر واقفل في اول غرزة حشو خدناها في بداية السطر بمنزلقة. وياخد سلسلة الامان. وقص الخيط. بالشكل ده. ده كده كيس السبوة معنا زي ما احنا شايفين كده. شكله جميل جدا. بعد كده بنجيب الستان ونقيسه على المزورة بالشكل ده على خمسة وثلاثين صنطي. خمسة او ثلاثين صنطي. ونجيب الولاعة. ونحاول نسوي الاطراف عشان ما تعملش شرشيب معنا. ما نحاول ان احنا ندككها. بالجزء. طبعا ببقى عارفة. آآ وش غرز الحشو زي ما احنا شايفين كده بتبقى هي اللي في الوجهة. مختلفة عن الظهر. فدي هتبقى الوش بتاعنا. بين دكيك استثبتين به شكلي ده. شكرا للمشاهدة زي ما احنا شايفين كده طبعا بتربطيها بالطريقة اللي تريحك وممكن تطولي استا تانا عن كده لو انت محتاجة ان انت تطولي عن كده انا شايف ان هي كده خمسة وتعاتين سنتي مع اولى ممكن تربطيها على ربطين او ربط واحد ده بيبقى شكل كيس السبوع معنا زي ما احنا شايفين كده احنا اشتغلنا الكيس ده زي ما احنا شايفين اللي حابة بقى تعمل الوردة معنا هنشوف مع بعض ازاي نعمل وردة شيك ممكن نزوق بيها كيس السبوع اول حاجة هنعمل السلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر وهنقفل في اول سلسلة بمنزلقة بالشكل نعمل هنرتفع سلسلة وهناخد اول ورزة حشو التانية تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اثناشر تلاتاتاشر اربعتاشر خمسة ستة شر كده ستة شر جرزة حشو هنقفل في اول ورزة بمنزلقة فكده ستة شر جرزة حشو السطر اللي بعد كده هنرتفع واحد اتنين تلاتة تلات سلاسل بمثابة عمود بلفة. بعدين واحد اثنين ثلاثة ثلاث سلاسل مسافة. وهنلف الخيط على الابرة وهنسيب غرزة وهندخل في اللي بعدها هناخد عمود بلفة. واحد اثنين ثلاثة ثلاث سلاسل وهنسيب غرزة وندخل في اللي بعدها عمود بلفة. واحد اثنين ثلاثة وهنسيب غرزة وندخل في اللي بعدها عمود بلفة. ونكرر لنهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده عندي فراغ التاني التالت الرابع الخامس السادس السابع. والتامن ده اخر فراغ واحد اتنين تلاتة اقفل في تالت سلسلة. كده اصبح عندي تمن فراغات. ارتفع السلسلة. وفي نفس المكان هياخد حشو. وعندي هنا في التلات سلاسل هياخد تلاتة حشو. واحد اتنين تلاتة. وفي العمود هياخد حشو. وفي التلات سلاسل هياخد تلاتة حشو. واحد اتنين تلاتة. وفي العمود هياخد حشو. واحد اتنين تلاتة. وفي العمود هياخد حشو. وكرر لنهاية السطر. وصلت الاخر السطر. وعندي هنا في اول جرزة حشو هياخد منزلقة. زي ما احنا شايفين كده. هنرتفع واحد اتنين تلاتة تلات سلاسل وهلف الخيط واخد الغرزة اللي بعد كده عمود ومش هكمله. وفي الغرزة اللي بعدها عمود ومش هكمله. في الغرزة اللي بعدها عمود ومش هكمله. زي ما احنا شايفين كده. واخدهم كلهم في حلقة واحدة. بعد كده هياخد واحد اتنين تلاتة تلات سلاسل وهاجي هنا في الغرزة اللي بعدها وهياخد حشو. تبقى معايا بالشكل ده. كمان مرة. ارتفع واحد اتنين تلاتة ولف الخيط واخد الغرزة اللي بعد كده عمود ومش هكمله. الغرزة اللي بعد كده عمود ومش هكمله. الغرزة اللي بعديها. عمود ومش هكمله. واخدهم في حلقة واحدة. بعدين واحد اتنين تلاتة تلات سلاسل. واجي في الغرزة اللي بعديها واخد حشو. بالشكل ده. ده كده البتلات. بتلات الوردة. واحد اتنين تلاتة. الغرزة اللي بعد كده هياخد عمود ومش هكمله. اللي بعدها عمود ومش هكمله. زي ما احنا شايفين كده. واخدهم في حلقة واحدة. وارتفع واحد اتنين تلاتة تلات سلاسل. واجي اخد في الغرزة اللي بعدها غرزة حشو. بالشكل ما. وكرر لنهاية السطر. انا كده خلصت السطر وارتفعت ثلاث سلاسل واقفل في اول غرزة حشو خدتها في بداية السطر. كده خدت منزلقة. بعد كده هياخد سلسلة الامان وقص الخيط. بالشكل ده كده. ونظف الخيوط بتاعتنا في ظهر الوردة. الوردة بتبقى معايا بالشكل ده. وبتسبتيها في الجزء ده كده. شايفين الدايرة اللي في النص دي بحط الوردة بالشكل ده. وبسبتها الخيط والابرة. طبعا انت عايزة تعملها على الناحيتين. ما فيش اي مشكلة. عايزة تعملها من ناحية واحدة برضو ده بيرجع لك. بتجيب الخيط والابرة بالشكل ده. وبتضبتيها بالشكل ده. وبتنظفي الخيوط من الداخل. بالشكل ده كده. بتبقى بالشكل ده زي ما احنا شايفين بتبقى وردة برزة. لو انت مش عايزاها برزة. بتخياطي كمان الاطراف اللي هي القبل البتلات. اللي هو في سطر الحشو التاني اللي هو عند العواميد. لو انت مش عايزاها وردة برزة. بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده. طبعا بتبقى عايزة ممكن تعمليها سادة. بالشكل ده. وممكن تعمليها بوردة بالشكل ده. طبعا دي اختيارة طليكي. طبعا اختيار الورد ده بيرجعلك. عايزة تعمليها بوردة ما فيش اي مشكلة. وعايزة تعمليها سادة برضو ما فيش اي مشكلة. وبكده الفيديو بيكون خلص معنا. واللي اول مرة تشوف اعمالي. ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو. وتدوسي على الجرس عشان يوصل الكل جديد. وما تنسيش لايك. وما تنسيش شير عشان الكل يستفيد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.